أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لبحث زيادة مكون لاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بحضور وزير المالية وعدد من المسؤولين من جهته قال رئيس مجلس إدارة البورسة المصرية محمد فريد إن الاكتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كسنديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية وفي ختم الاكتماع رحب رؤساء السنديق بما تم طرحه مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورسة